اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا كإجابة عن هذا السؤال مثلا اذا سألك شخص ما وقال فجوابك سيكون مثلا اذا كنت عند صديق فستقول اذا كنت بمدينة اخرى ستجيب مثلا اذا نعيد اما اذا كنت بمدينة اخرى ستجيب سونا ستاتو اطورينو مثلا اذا دوف ساي ستاتو تعني اين كنت كوزا مي كوزا مي كوزا مي كوزا اذا كلمة كوزا تعني ماذا مي كوزا تنصحني مي نسبة الي انا اذا كوزا مي كوزا بماذا تنصحني كلمة كونسيديو تعني النصحة اذا كونسيديو كون سيديو تعني النصحة كوزا مي كونسيدي تعني بماذا تنصحني كون كي ساي وشيتو كون كي ساي وشيتو اذا كون كي تعني مع من إذن كإجابة على هذا السؤال ستقول كمثلا ماريو لقد خرجت مع ماريو إذن بوي تعني هل تستطيع بوي وليس بوي فبوي تعني وبعد أو أما بعد أما بوي تعني هل تستطيع ريباتر تعني تعيد نستطيع أن نضيف جملة إضافية على هذا السؤال لكي نبين لماذا على ذلك الشخص إعادة ما قال فمثلا لم أسمع جيدا ما قلت أو إدن تعني لم أفهم جيدا هل تستطيع أن تعيد من فضلك أو non ho sentito bene puoi repetir per favore إذن كإجابة عن هذا السؤال نقول أما إذا لم تكن متأكدا فتجيب No, non sono sicuro No, non sono sicura أو sicuro non riesco a trovare le chiavi non riesco a trovare le chiavi non riesco a trovare le chiavi إذن لا أستطيع أن أجد المفاتح لا أستطيع أن أجد المفاتح non riesco a trovare le chiavi تعني لا أستطيع أن أجد المفاتح أو perso le chiavi مثلا أو perso le chiavi أو perso تعني لقد فقد le chiavi بطبيعة الحال تعني المفاتح إذن نعيد non riesco a trovare le chiavi لا أستطيع أن أجد المفاتح أو perso le chiavi تعني لقد فقدت المفاتح أو perso لوحدها تعني لقد فقدت يعني شيئا ما أبزانيا ديوتا أنا بحاجة للمساعدة إذن أبزانيا تعني أنا أحتاج ديوتا للمساعدة أو للعون إذن نعيد أبزانيا أنا أحتاج ديوتا أيوتا إذن أيوتا المساعدة أو العون مثلا أبزانيا ديوتا أبزانيا ديوتا تعني أنا أحتاجك نعيد أو بيزانيا ديوتا أنا بحاجة للمساعدة أو بيزانيا تعني أنا أحتاج أيوتا أيوتا مساعدة للمساعدة للمساعدة نضيف ديوتا دا ل إذن أيوتا لوحدها المساعدة للمساعدة نضيف دا ولكن نضغمها دايوتا دايوتا بوي ريباتر برفاور بوي ريباتر برفاور إذن بوي تعني هل تستطيع بوي وليس بوي فبوي تعني وبعد أو أما بعد أما بوي تعني هل تستطيع ريباتر ريباتر تعني تعيد برفاور تعني من فضلك إذن بوي ريباتر برفاور تعني هل تستطيع أن تعيد من فضلك نستطيع أن نضيف جملا إضافية على هذا السؤال لكي نبين لماذا على ذلك الشخص إعادة ما قال فمثلا non ho sentito bene non ho sentito bene لم أسمع جيدا ما قلت بوي ريباتر برفاور بوي ريباتر برفاور هل تستطيع أن تعيد من فضلك أو non ho capito بنا non ho capito بنا لم أفهم جيدا هل تستطيع أن تعيد من فضلك إذن non ho capito بنا بوي ريباتر برفاور تعني لم أفهم جيدا هل تستطيع أن تعيد من فضلك أو non ho sentito بنا بوي ريباتر برفاور تستطيع أن تعيد من فضلك